نحن الفخورون في المركز العربي بعقد أول مؤتمر من نوعه لطلب الدكتورات العرب في الجامعات الغربية قد وصلنا أكثر من 200 مقترح وتم قبول 83 مشارك من تخصصات متنوعة فجميع المشاركين هنيئناكم على هذا الإنجاز هذا المؤتمر يعتبر محطة أخرى من محطات تحقيق رسالة المركز العربي على تعزيز البحث العلمي المنهجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومن المهم الإشارة إلى أن المركز يتبنى رؤية نهضوية للمجتمعات العربية ملتزمة بقضايا الأمة العربية عن طريق البحث العلم النظري والتطبيقي ويهتم المركز فضوء هذه الرؤية بمحاولة تحقيق أهدافه العلمية الأساسية عن طريق مشطاته الأكاديمية المختلفة بتشخيص الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في الوطن العربي دولا ومجتمعاتا وبالتحليل العقلالي للسياسة والسياسات اللعبومية وانطلاقا من أن المركز هو مؤسسة أكاديمية تبحث في العلوم الاجتماعية بطريقة مثمرة وتسعى إلى توليد المعرفة التي يمكن أن يستفاد منها عمليا فنحن نمتاز عن بعض الدوائر الأكاديمية التي تبقى معزولة عن المجتمعات التي تدرسها في ضوء هذا الفهم للعمل الأكاديمي قرر المركز أهمية هذا المؤتمر الذي سوف يتيح الفرصة للتبادل المعرفي والتفكير في أجندات بحثية مشتركة والتشبيك بين الباحثين العرب في العالم العربي والغربي أسألها إلى مدداً للمعرفة الآن فالكالمم أحدث في عربية تحكيمة العربية أحبكمكم على اليوم المعرفة يحتاج إلى المعرفة في هذه الأول في حدة الأرابPh privately انفترضة الأرابحة الأرابية التحكمة العربية تحتوي على الأرابحة للتحكيمة نصبع للتدور ونقوم بتغير جديد تحبا في يجعل نقلال بإدعاء العديد عميزية نتحج لتدخل جديد بجيسرنا جديد في هذه الياح تروني من العديد الملماء من أن الملحب نظرت يا إلهي ومع ذلك التي تدخل الناس وفرقة السامية في المناسبة في ذلك الفضائية الحمد السكرية تركض قضينات عباقات المتجمع التجانب المحلل عندما أولاً ستجد للمنحن 1917 نتكفي للحيمة الأعباء بالطبع التيそれでتروني الملحب الأجمع لداء عبادة وبردين مجتمع الأمري Neeewو من سفر العمل من سريك وشيئ وعنوا بسطالة أشعر أسواء أخبرونكم. أشعر هذه الفيادة من قبل ، والجمعات المتعددة وبردينة لهم تحديث مع خاصة أو تحديث مسؤال وصحبت القدية فبرة أكبر ورغب كلمة أو لديك عاملين ونسببت أي ناهازها العديد شمال العديد. لذلك، ومفق لكل الأطباء، هذا الأمر يخبرت انتظر PI-5 من عشرات البنسة. تنقل الناس التنقل في عرب ڈطور world عمل للعديد الائفات التنقل هنا. أفضل القجم التنقلها بإعطاء المعارضة إلى ناحية عملية فباسي بإطلاع المحلول على وإنهاء من التعليلات مقابلة وإنهاء المحلول خلال التعليل والفاوضيح. وإكتبه هذا الاشتراك على الهدف الم enforcedتكي اثنان هناك أيضاً لما يمكنك الاعتدار لتعب طريقة للغاية سنة تfunction من يملكوا التسامة إيجابة هذه الاشتراكية لقدما أنه رأيت إطاءة التعريب لأن هذه التعليقية يعد إلى المعجلين لعبة على إدعاء الاشتراك في ثانية تسليين من الطبال تؤثر العقد المريضة في الاستراكز التعليل تسليل المستثمر الصلاة أو خيارك على قوس اشتركوا في القناة فعلنا أجب أن تكون المفترضة في التعليقات أبقى أن تكون أجلًا في الموضوع بداية التعليقات ألا قلت بل هذا المفترض ليس هذيني على كل مزيد من الناس أميلاً تجلق وانتب مع راحبًا وانتبع مباشرة محرم بسطورة وانتعلي أشتركوا في التعليقات في هذا المفترض كثيرًا في المنزل الأمهور تستطيع الأمهور أيضًا بقي دائماً meaning the more you take the proceedings of this conference seriously the more you will personally benefit so we hope you are ready for some intense but productive days ahead and so to end on a personal note most of my education has been in the US I'm no longer a graduate student hopefully that is obvious to most of you but when I was going through my PhD I really wish there was an opportunity like this a space for Arab academics to challenge orthodoxies in the social sciences and engage in truly critical research without the barriers to entry that people of color often face abroad very few spaces existed like that at the time but hopefully now the Arab Graduate Student Conference becomes one of those spaces I hope all the applicants here today recognize this conference's potential and will take advantage of this unprecedented opportunity this conference wouldn't have been possible without the help of the Doha Institute for Graduate Studies all of our discussants and the members of the planning committee thank you also to the Arab Center staff for their tireless efforts to ensure this conference is successful thank you to our student volunteers in the audience and last but not least thank you to Sophia for her skillful coordination of all the logistics you all owe her a round of applause all right so without further ado it is my great honor to introduce our keynote speaker Dr. Azmi Bishara I'm pretty sure you already know who Dr. Azmi Bishara is but let me say a few words about his academic career Dr. Azmi is the founder and general director of the Arab Center for Research and Policy Studies he's the main force behind the establishment of the Arab Center as well as the Doha Institute Dr. Azmi was a professor of philosophy and cultural studies at Palestine's Birzeit University until 1996 he also contributed to the establishment of a number of academic institutions in Palestine including Moualtin, the Palestinian Institute for the Study of Democracy and Madal Karmal, the institute devoted to applied social science he's author of several books and manuscripts in Arabic, English and German covering questions of political philosophy, citizenship and social theory now the list is very long but some include his three volume book on religion and secularism his book on civil society as well as his latest book which was recently released on the topic of sectarianism in the Arab world in sum, Dr. Azmi has had a profound effect on Arab social sciences and academia overall we're grateful to have him here today so please welcome Dr. Azmi Thank you Thank you تماماً لأنه عندكم حوالي كما فهمت 11 تخصص حاضرين في المؤتمر ولا يوجد أي موضوع سوى مواضيع الأطرحات كل الدكتوران ومن الصعب تقديم كينوت سبيتش في موضوع كهذا ولذلك اخترت أن أحدثكم قليلاً عن يعني فلسفي يمكن تكون كلمة كبيرة ولكن الفكرة التي تقف خلف المركز العربي الأبحاث معها الدوحة للدراسات العليا وأيضاً عقد مثل هذا المؤتمر بشكل عام أخواتي وأخواني نحن مثل كل جيلنا من الباحثين العرب دعوني أستخدم كلمة المهتمين بالشأن العام والذي يستحقوا بهذا المعنى لقب مفقف أو باللغة الأمريكية ما زالوا يتخبطون في سؤال النهضة العربية ودورهم فيها نحن طبعاً تجاوزنا منذ فترة طويلة النقاش حول الأكسبرت الخبير والمثقف الإنتليكتشوال واخترنا التاني ليس إدعاءاً بل على أساس العلم والمعرفة بمعنى نحن نعتقد أن الفرق بين الخبير والمثقف ليس في أن الواحد متعلم والثاني لا العلم بالنسبة لنا معطى العلم بكل أصوله وبكل تخصصاته هو معطى يجب أن يكون شرط للحالتين لكي تكون خبيراً في خدمة مؤسسة ما أو دولة أو حكومة أو حركة نضالية ربما حتى أو حزب سياسي لكي تكون خبيراً في خدمة أي من هذه يجب أن يكون لديك الأدوات العلمية اللازمة ولذلك نعتبر أن هذا أمر مفروغ منه لكن برأينا أنه الجانب المتعلق في اللي بسميه public intellectual والمثقف العمومي هو إقدامه على اتخاذ موقف في الشأن العام إقدامه على اتخاذ موقف في الشأن العام موقف معنى أخلاقي فيش إشي اسمه موقف إلا أخلاقي موقف معنى ethics معنى أخلاق ما في شيء تاني اسمه موقف في أحكام علمية في judgment بكذا لكن موقف دائماً في خلفه values نحن نعتقد أنه المحرك للضلوع للانخراط للتورط في مسألة النهضة فتطلب طبعاً الأدوات العلمية اللازمة ولكن تتطلب أيضاً موقف أخلاقي استعداد للخوض في الشأن العام عدم الخوف من الخوض في الشأن العام مرة أخرى أريد أن أصنع تمييز آخر لأننا نميز بين الموضوعية والحياد لكي تخوض في العلوم الاجتماعية والإنسانية أو أي علوم أخرى يجب أن تتوخى الموضوعية الموضوعية ليست بالضرورة حياداً الموضوعية بمعنى اتباع المنهج العلمي وتوخي البحث عن الحقيقة ومحاولة تدقيق في المعطيات ومحاولة عدم أو إبعاد أي تدخل في عملية الاستدلال أو الاستنتاج محاولة العلاقة بين يعني بحث نقدياً في المعطيات ولكن عندما تصل إلى النتيجة أن هذه هي المعطيات الاستدلال منها بمنهج علمي هذه هي الموضوعية الحياد موضوع آخر تماماً الحياد هي مسألة أخلاقية ونحن نعتقد أنه كان الإنسان أن يكون موضوعي ولكن غير محايد في قضايا التي تهم أمته وشعبه وهذا الذي يدفعنا إلى تأسيس مثل هذه المؤسسات التي قمنا بتأسيسها المركز العربي للأبحاث أو المعهد أو الأخير لأننا نعتقد أنه للعلوم الاجتماعية والإنسانية ما دور في مسألة النهضة العربية وتعلمون أنه حصلت مفارقة تاريخية المعهد تأسس عام المركز تأسس عام 2010 أنا شخصيا كنت قد كتبت كتاب قبلها بعامين اسمه المسألة العربية وأن تكون عربيا في أيامنا كتاب تاني ورها قلت في أنه أنا أوان طرح سؤال الديمقراطية في الوطن العربي وطرح مسألة نظام الحكوم وليس الدور حولها ليس الالتفاف حولها ليس الدوران حولها وإنما طرحها مباشرة وكان نقاشي مع أكاديميين عرب طرحوا قبل عام أعوام أنه التحول الديمقراطي قد يتم بدون ديمقراطيين وسميت الديمقراطي وهذا كان نسخ عن نظريات غربية أنه مسألة التحول الديمقراطي مسألة بنيوية لا علاقة لها بالذات هذا تأثر بما بعد الحداثة أم لا ليس موضوعي الآن لكن بالمجمل أن التحولات نحو الديمقراطية هي مسألة هي مسألة بنيوية لا علاقة للسبجكتين لا علاقة للديمقراطيين وحاولت أن أثبت في هذا الكتاب أنه لا يمكن في دولنا في دول العالم الثالث أن يجري تحول ديمقراطي دون ديمقراطيين منظمين يقودون هذا التحول في رأيي أحداث عام 2011 أثبتت ذلك لأنه لم يكن هناك حزب ديمقراطي تيار ديمقراطي يتولى الموضوع ويشكل حالة جماهرية ترشد أو كذا لم نتمكن من فعل هذا لم يكن لدينا أي هدف في تأسيس طبعا حركة سياسية أو غيره ولكن قلنا أنه بالإمكان ومن الضروري أن نعمل على تأسيس وهذا هو الممكن وهذه هي الإمكانيات في الظروف التي كانت في عام 2010 تركيز مركز أبحاث يثير هذه القضايا يثير قضايا أو يضع على أجندة البحث العربي قضايا المجتمعات العربية ومنها قضية الديمقراطية نحن لم نؤسس فينك تانك هاي الموضة لم نؤسس فينك تانك أسسنا مركز أبحاث فينك تانك هاي ظاهرة مش أمريكية ظاهرة واشنطونية متعلقة بالبعد مئات الأمطار عن مراكز الحكم لأن الناس هذول بيكونوا يشتغلوا في الكونغرس أو البيت الأبيض بروحوا على فينك تانك بعدين برجعوا يشتغلوا في الكونغرس أو البيت الأبيض وزي ريفولفينك دور إلى الموظفين والموظفين السابقين في الإدارات الأمريكية المختلفة ومؤسسات الحكم هناك هذا بني ليست قائمة عندنا أنا أعرف دائما يسألون هل عندكم تانك هلا تريدون تأسيس تانك ما بدنا نأسيس تانك نحن نريد تأسيس مركز أبحاث بكل معنى الكلمة في مركز أبحاثنا هذا اللي يصمه المركز العربي الأبحاث لاحظوا كلمة عربي ما خبناها متل ما ولا الإنجليز بيخبوش كلمة إنجليزي ولا الأمريكان بيخبوك كلمة أمريكي ولا اليابانيين بيخبوك كلمة ياباني نحن نخبوش كلمة عربي المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لأنه هو عربي ليش عربي لأنه بضم باحثين عرب من كل المناطق طبعا مش كاثنستي كثقافي ولغته لغة عربية ممكن يكونوا فيو ناس إثنسي يعني إثنكني مش عرب لكن لغة المركز العربي بمعنى ثقافته عربية الآن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فيه وحدة لتحليل السياسات توازي وربما تفوق عمل في الولايات المتحدة ولكن هي وحدة في مركز أبحاث يطرح قضايا اجتماعي وتاريخي وفلسفية وأنتروبولوجي وإلى الله نتخبط في موضوع في موضوعات عديدة طبعا إلا قضية واحدة المنهج العلمي والرغبة في خدمة الشأن العام لمجتمعاتنا العربية في هذا الأمر معنا أي تخبط لكن نتخبط في أسئلة مثل وما زلنا حتى بعد تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا نتخبط في أسئلة مثل هل ما هي الإضافة الممكنة التي يمكن أن نضيفها وما معنى إذا كنتوا تقرؤون بياناتنا أو الموقع المركز العربي للأبحاث وموقع معهد الدوحة للدراسات العليا نتحدث عن تداخل التخصصات ماذا نقصد بهذا أنا أعرف أنكم تأتون من جامعات غربية هذا الموضوع يكاد يكون تقليعة في بعض الحالات الهدفنا ليس تقليعة سأقول لكم ما هدفنا وإن كنا قد توصلنا إلى إجابات بهذا الشأن نحن نتحدث عن تعدد التخصصات بمعنى أننا نريد ليس فقط أن ننتقد أبحاث النظريات الغربية وأبحاث المؤسسات الغربية آسف والنظريات التي تنتجها حول مجتمعاتنا حول العرب حول المشرق عموما وإنما نريد أن نقدم بديل أنا أعرف أنه الأمر الأول أسهل السجال دائما أسهل من تقديم البديل ولدينا مثقفين عرب مشهورين إذا فتحت كتابهم معروفين وحتى نجوم تجدوا سجال سجال مع المثقفين الغربيين لكن لا ينتجون شيء بديل وستطيع أن أعدد لكم حالات طبعا هذا لأغراض النجومية ممتاز لكن لأغراض البحث العلمي فقير أن ننتقد الاستشراق نيح بس الاستشراق أنتج مكتبي حقيقي ووجودي أن ننتقد نظريات علم الاجتماع ممتاز لكن علم الاجتماع الغربي أنتج شيء متعلق بالمجتمع الصناع الغربي في مرحلة الانتقال نحو الرأسمالية لا بديل عنها ضروري لنفهم ما يجري هناك قد ننتقدها بشأن قصور أدواتها بشأن مجتمعاتنا هذا صحيح ولكن التوقف هنا غير كافي يجب أن تطرح ما هو بديلك لهذا هذا اللي نسمي إنتاج معرفة باللغة العربية نحن نقول أن هذا غير ممكن إلا إذا قام الباحث العربي في هذه المرحلة بمنهج متعدد التخصصات لأن الظواهر التي نريد بحثها مركب جدا لا يمكن مقاربتها من زاوية نظر واحدة طبعا أحد أسادت معهد الدوحة للدراسات العليا يقول بكل حق إذن يجتمع ناس من عدة تخصصات ويدرسون الظاهرة هذا ليس منهج متعدد التخصصات كل واحد يدرس من تخصصات أنا أعتقد أنا أعتقد أنه مع حق هذا ممكن أن نجمع في مركز مثل المركز العربي للأبحاث أو في جامعة ناس من تخصص أنتروكولوجي وسوسيولوجي واقتصاد وحتى أدب مقارن ونظرية نقدية وفلسفة ويدرسون الظاهرة من زاوية مختلفة وقد كمنا بتعدد التخصصات هذا صحيح وهذا مهم وهذا ما نقوم به في المركز ولكنه غير كافي لذلك في تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا اللي هو أهم مشروع كمنا به في المركز قلنا أن ننشئ باحثا عربيا متخصصا ولكن لديه فكرة جيدة عن التخصصات الأخرى بحيث لا يدخل هو نفسه مش من مجموعة باحثين حتى عندما يقوم هو ببحث موضوع يجب أن يكون مطلعا عموما على الإشكاليات المهمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية لكي لا يعتقد كل مرة أنه يبدأ من السفر وأنه لا يمكن أن يقارب أي قضية اجتماعية في وطننا العربي دون أن يعرف تاريخ البلد اللي بتحدث عنهم أو دون أن يعرف شيئا عن اقتصاد البلد الذي يتحدث عنهم هذا مهم ليس فقط عندما يجتمع مجموعة باحثين كما تجتمعون الآن ويتحاورون فيما بينهم إنما حتى عندما يكون باحثا منفردا وأنا صاحب رأيي أنه الانتاج الإبداعي فردي بالآخر لك تجلس مع القلم أو مع الكمبيوتر وتنتج عندما تجلس أمام الشاشة وحدك يجب أن يكون لديك اطلاع على المناهج الأخرى يجب أن تكون لديك معرفة في المناهج الأخرى وأن تكون قادرا على محاورتها عند دراسة ظاهرة مركبة ظاهرة اجتماعية مركبة مثل الظواهر التي نبتلي بضرورة معالجتها الآن في الوطن العربي وأنا لا أتحدث عن القضايا الكبيرة مثل سؤال النهضة السادج لماذا تقدم الآخرون وتخلف العرب أنا أعتقد سؤال حلو لطيف بس سادج لأن العلوم الاجتماعية لا تضرب بالغيب نحن بالكاد نفهم ظاهرة فما بالك فهم غياب الظاهرة هذا بالغيب نحن بالكاد نفهم لماذا توجد ديمقراطية في الغرب لا أستطيع أن أفهم لماذا لا توجد ديمقراطية في الشرق هذا السؤال ليس سؤال علمي فهمين علي يمكن لا أستطيع أن أجيب على السؤال لماذا في ديمقراطية عند العرب يبدو سؤال لطيف بس هو غيبي إذا بتسألني لماذا نشأت الديمقراطية في بريطانيا عندي أدوات أتحدث فيها بس لماذا نشأت في المغرب ليس سؤال علمي ولذلك لا أتحدث عن مثل هذه الأسئلة أنا أتحدث عن أسئلة كبيرة تباجهنا الآن ومركبة جدا حول هجرة الشباب حول ترييف المدينة العربية حول الثقافة السياسية العربية حول ظواهر الحركات الإسلامية السياسية وعلى كتب الديمقراطية حول ظاهرة مثل انهيار الدولة العربية أو فشل الدولة العربية وتمكن حركات يفترض أن تكون هامشية في مجتمعاتنا وهي هامشية فجأة تتمدل بهذا الشكل هي حركات هامشية مثل داعش وغيرها نتيجة لفشل الدولة تصبح ظاهرة مهمة القبيلة بس شفت المولدي خطرة ببالي القبيلة القبيلة وغيرها من القضايا هل ما زالت مهمة أم لا مسألة الطائفية إلى آخر هذه قضايا لا يمكن أن تقاربها بمنهج تخصصي واحد لدي رأي أن هذه التخصصات نشأت في ظروف الانتقال إلى المجتمع الرأسمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وهي ليست منزلة هي مهمة ومهم أن يكتسب الإنسان فيها معرفة ولكن مهم أن يعرف حدودها وبعد أن يعرف وبعد أن يتعمق أن يبدأ بالتجرؤ على تجاوز الحدود ليس من البداية لأن العلم يتطلب تواضع معرفي لكن بعد أن يتمكن من تخصصه أن يتعلم بحذر كيف يبدأ بتجاوز هذا التخصص إلى ما نسميه تعدد التخصصات نحن الحقيقة هذه قضايا نتعامل معها يوميا في هذه المرحلة وفيما عدا القضايا الفكرية والمتعلقة بإنتاج معرفي عربي في دور موضوعي لنا في هذه المرحلة تعرفون جيدا ربما هذا أحد أسباب أن قسم كبير منكم يدرس لدراسات العليا في جامعات غربية أن العلوم الاجتماعية والإنسانية في الأنظمة السلطوية ليست محبوبة يعني الأنظمة السلطوية النظام السلطوي يعتقد غالبا أن التفلسف هذا كلام فاضي وأن هذا وجع رأس وأنه يثير مشاكل ويجب أن يكون الناس في أفضل الحالات إما تقنيين أو خبراء عند النظام أما العلوم النظرية الاجتماعية والإنسانية فهذه قضايا لابد منها لإقامة كليات للفاشلين الذين لم يقبلوا في التخصصات الأخرى فأنت لازم تجمع وين تطوح فيهين أدول الناس تعمل لهم كليات تدخل عليها 300 طالب أو 400 طالب في قاعة محاضرة واحدة يحاضر عليهم أستاذ وبتخلصوا بأي أم أي وبعدين تحتار ما بدك تعمل مع أن تعمل تكدس وظيفي بالقطاع العام يروحوا يشتغلوا موظفين يكون مخلص بأي فلسفة أو بأي علم اجتماع أو كذا بتوظف له بشيء دائرة حكومية أو ممكن في أفضل حالات يسير معلم في مدرسة وكذا بسيك أنت بتخلص من آلاف أو مئات آلاف الشاب الذين يقبلوا إلى الجامعة ولكن ما في مجال لاستيعاب بالطب وفي الهندس وفي كل هاي العلوم العظيمة اللي النظام السلطة ويفضلها وبحفظها أو كذا لكن ما في اليوم نظام سلطة وعربي بيستثمر بالفلسفي أو بالأدب المقارد ومش يعني بيستثمر إنه 500 طالب عليهم أستاذ بمعدل مثل معه الدوحة للدراسات العليا أستاذ لكل ست طلاب يعني دراسات عليا حقيقية يعني أستاذ ما عنده 15 ساعة مثل ما أنا كنت أدرس بيرزيت وأصلح ل400 طالب وراك وروح يكتب كتاب بعدين وإنما أستاذ بدرس كورسين وبدرس كورس وعنده 15 طالب أو 10 طالب أنا أعتقد النظام سلطة العربي أولا هو ما عنده الفائد surplus value لذا لا يستثمر في هذا كله ولكن أيضا ليست تظهر الإدارة الإرادة أو الرغبة في ذلك ولذلك مجرد تأسيس مركز أبحاث متفرغ للعلوم الاجتماعية والإنسانية ويحترمها ومعهد للدراسات العليا أنا أعتقد بحد ذاته هذا بدون الخوض في المستوى وكذا بحد ذاته أعتقد أنه أمر مهم ويعني بذلك قمنا بخدم ما للمجتمعات العربية توجهنا أخوات وإخوان عربي بمعنى طرح أجندة عربي من جدوى الأعمال العربي ولذلك نصر أن التدريس يتم باللغة العربية ومؤتمراتنا نطرحها بمركز بموجب أجنداتنا لأنه أنا أذكر عندما كنت في فلسطين ونحتاج أن ننظم مؤتمر أكاديمي حول قضية ما بدأك تطلع على أجندات الممولين أنه مثلا لازم كلنا نعمل نعمل في إحدى السنوات على الجندر تفهمش لماذا تعمل شفت على الجندر في فلسطين وإذا تعملوا مؤتمرات على الجندر نمولكم حسب أجندات الممولين الآن بعض أجندات الممولين حول المقاعدة في مصر فبدأك تعمل مؤتمرات حول هذا الموضوع وتترك المواضيع الأخرين نحن نطرأ أجندات للعلوم الاجتماعية والإنسانية بموجب جدوى الأعمال كما نراه في ظروفنا ووجود المركز ووجود المعهد حررنا كثيرا لأنه هناك وهم لدى بعض الأوساط في الطبقات الوسطى العربية العلية الطبقات الوسطى العلية المثقفين إنه التمويل الغربي تمويل بدون شروط لا التمويل الغربي تمويل مشروط جدا جدا ولديه أجندات وينفذها عبر تمويل الـ NGOs وإلى آخره والـ NGOs في العالم العربي تقوم بضور مزدوج من ناحية تمنع الأكاديميا العربية تقدم بديل الأكاديميا العربية في طرح أجندات هي في واقع الحال أجندات المو الغربي ومن ناحية أخرى تخرج فئات واسعة من المشطاء ما يسمى النشطاء في لغة اليوم المناضلين في لغة الأمس من العمل السياسي إلى العمل الأهل إلى الجمعيات بتمويل غربي وبالتالي ضرب النظام السياسي والحزب العربي اللي كان ضروري جداً افتقدناه جداً عام 2011 لما خرجت الجماهير إلى الشوارع كان قسم كبير من النشطاء السياسي اللي كانت عاتني عبوا الأحزاب كانوا مشغولين في الانجي اوز وفي الجمعيات الأهلية وغيرها وفي البحث عن تمويل وعن كتابة بروبوزل وامتهان العمل السياسي لذلك أنا أعتقد ما نقوم به دون الخضوع للأجندات التمويلية الغربية هو من هذه الناحية مهم جداً الآن بعض الشرح يمكن عن المركز العربي الأبحاث أنا بقوم بدور يعني شو بسمي تروباقاندا للمركز إذا بتشوفوا أخوات وإخوان كيف نظمناه كمركز أبحاث ما نسخنا مكان في العالم ولكن بدون أي شك يستحق مركز أبحاث أنا بعرف مطلع على فرانكفورت سكول اللي طلعت أدورنو وهوكهايمر وماركوزة والآخر ما عندنا أي تركيب بس هني مجموعة لو تشوفوا المبنى اللي هني فيه أو كذا فالواحد عمل عمل فردي ما فيه شي ما كانت عندهم هاي الإمكانيات الموجودة لذلك التحديات عندنا أكبر القاعدة النظرية مهمة الإمكانيات موجودة ما في أي سبب ما يخرج مساهمة عربية في الفكر السياسي وفي العلوم الاجتماعي والإنساني مساهمة حقيقية ليس فقط نقد المساهمات الأخرى ولكن مساهمتنا نحن في فهم مجتمعاتنا مثلا يخرج كثير من النقاش حول أو إصدارات كثيرة تصدر الآن حول نظريات الانتقال الديمقراطي أنا بأعتقد أهمها وإن كن عندي نقد كثير عليها صدرت في أمريكا اللاتينية ليس في الغرب ليه لأنه عندهم كانت تجربة انتقال جدية ووجد من يلتقطها وينظر منها استقرائيا ما فيه تنظير عظيم يعني فلسفي ولكن بالاستقراء بالإندكشن من تجارب معينة طلعوا شيء يعني خرجوا بتعميمات من تجربة عينية ما فيه تفكير فلسفي نظري عظيم لكن أنتجوا شيء مثل مجننيننا بالفهرت والنظرية التوافقية شو الفهرت؟ تجميع لمعلومات عن تجارب عينية حاول يخرج منها نظرية لا تستحق كلمة نظرية هي تعميمات من حالات عينية حتى هذا لا نقوم به نحن لدينا الآن حالة تونس حالة مصر حالة العراق حالة ليبيا حالة اليمن لدينا مختبر كامل للتنظير لا يوجد حج أن لا نساهم في الإنتاج المعري في العرب لا يوجد أي حج أن لا نسهم عالمياً في نظرية التحول الديمقراطي عالمياً والبحثي والجودة بكل الأقسام الأخرى عن الجودة البحثي المؤتمرات والندوات سأتحدث عنها سابقاً الإصدارات لدينا محاولة في بيروت لدينا فرع في بيروت هو في الواقع دار نشر أكاديمي رأينا أنه لا يوجد في العالم العربي University Press دار نشر أكاديمي لا يوجد ولذلك عملية الإصدار فوضى ولذلك أيضاً الجامعات والغرب معها حق وما معها حق أن لا تقتبس الكتب العربية أنه هذه هل هي بير ريفوت هل هي محكمة هل هي كتب حقي قلنا حتى لا يبقى حج لأحد نصدر ننتج كتب محكمة بموجب كل المعايير الممكنة ودار نشر أكاديمية حقيقية أيضاً من حيث الجوذي والتحرير والطباعة وأوائل آخرين وأعتقد الآن انتجنا حتى الآن في العشر سنوات الأخيرة حوالي 300 كتاب ليس فقط إنتاج المركز نصفها إنتاج المركز نصفه 40% لكن منحنا فرصة لباحث في المغرب أو باحث في تونس أو في ليبيا أو في اليمن إذا أراد أن ينتج كتاباً أكاديمياً باللغة العربية يكون عنده ظهر نشر فهي خدمة أيضاً للباحثين خارج المركز الدوريات وهذا مهم لكم جميعاً أخواتي وإخواني طلاب دكتوراه لدينا أربع إلى خمس دوريات أربعة أم خمسة؟ أربعة يعني الخامسة كتاب سنوي الخامسة كتاب سنوي استشراف للدراسات المستقبلية لكن الدوريات يعني أربعة نأمل نأمل أن تكون دوريات متخصصة مثل الدوريات الأكاديمية فيه هنا سؤال أحب أن أناقشوا معكم لاحقاً إن شاء الله بيكون لدينا فرصة نتعرفها بعض ونتحدث إنه هاي قضية الدوريات مش معجزية فيه أسطرة حولها في الغرب إنه هل كتابت في بريوديكال؟ publish or perish بتحسب انتفاية على يعني كأنه فيه فيلم رعب كأنه فيه مقصة اللي بتستناك بالآخر هذا مش شيء عظيم يعني وكذا أنا كتير شفت مقالات في مجلات علمية لا تستحق أن يعني نحن من نشرهاش أكيد هيك شيء كمي هيك مخيط تخيط تيلرد من شان مجلة علمية من شان النشر فيه أشياء عظيمة فيه أشياء عظيمة مش بمجلات علمية أنا أعتقد إنه هذا الشيء إنستيوشنال هذا الشيء سياسات مؤسسات ولازم يكون فيه ترتيب ما لازم يكون فيه في المؤسسة الأكاديمية مثل أي مؤسسة أخرى ترتيب ما يحط معايير يوضع معايير للترقية والتثبيت وفير مجبوط بس لذلك بعدم تقديسه مش كل واحد ما نشرش معناته بسواش كل واحد نشر يعني عظيم ممكن تنشر خمسين مقال بالآخر ما يعني سوت بالآخر شو يعني كمان بروفيسور بوصل خمس وستين سنة وبتقاعد وبروحة بيت وخلاص مافي شيء هي بالآخر وظيفة لا مافي إنتاج لا في معرفة لا شيء هي في الواقع تينيار أمان وظيفة وأنا أحترم ذلك وهذا مهم جدا لكن إخوات أنا بهمني بالأساس الجودي ونريد أن ننتج معرفة عربية وبدنا قسم من المتخصصين يحترم ويكتب عندما كنت في فلسطين كان يأتي بعض المفكرين منهم مفكرين كبار يجلس يقابلنا يأخذ نوتس وبعدين يطلع كتاب مرات بذكرنا مرات ما بذكرنا بس ولا مرة يقرأ كتبنا ودائما يقضل استشراق بس يقولون ويكتبون بحكوا عنا وعن مجتمعاتنا ما بقروا كتبنا ما بقروا مجلاتنا نحن صوت غائب تماما في كثير من الأحيان عندنا ما نقوله أفضل بكثير مما يكتبه فقط لا نكتبه بالإنجليزية أو عن قصة هذا السياسي نريد أن نتحدث مع شعوبنا مع مجتمعاتنا كل ما يكتب بالعربي جيد أقولكم يمكن غالبية ما ينتج حاليا في الجامعة العربية مستوى أقل من الجامعة الغربية أستطيع أن أقول هذا التعميم نعم في فرق حضار صحيح لكن فيه إنتاج نوعي باللغة العربية ونحن نريد أن ننشئ مجلات تحترم في الغرب وأنه الطالب العربي اللي بيكتب دكتوراه في الغرب يتعامل معها يكتبسها مش لأنها بالعربي معنى لا تكتبس إلا إذا كانوا كاتبها ابن سينة مثلا أو ابن رشد يعني إحنا تراث فقط أما ما فيه مدر ما فيه معاصرة العرب تراث العرب تاريخ العرب المعاصر هذا شيء يعني لا يتم التعامل معه الآن طبعاً فيما عدا المجلات والدوريات أريد أن أحدسكم على طبعاً عقدنا سبعين مؤتمر في هذه الفترة وهذا أهم طريقة لطرح الأجندات البحثية دعوتنا المؤتمرات وبهذه المناسبة أحب أقول كلمة للأخوات والإخوان اللي سألوني ولا طبعاً رح يرجعوا يسألوني حتى لو حكيت هيك فيه ناس يعني فيه فايدي إنه ليش طلاب دعيين فقط طلاب الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية ليش مش بالجامعات الحالية إخوان إحنا عقدنا سبعين مؤتمر للطلاب العرب في الجامعات العربية سبعين هذا أول واحد عاملينه ما في غيره وطلاب العربية وطلاب العربية يعني إحنا سنوياً نعقد أكتر بتصور المركز الوحيد يعني إحنا إذا نتفرغ من الكتاب العلمي لدينا مهنة مقاولي مؤتمرات ننظم لكم أحلى مؤتمر المركز يعقد أكتر من خمس مؤتمرات في العام بأوراق بحسية محكمة تصدر على شكل كتب قسم منها بروح للبريريوديكريز هاي طريقتنا في طرح أجندات للبحث العلمي الـ Call for Papers هاي هي طريقتنا في البحث والـ Call for Papers إحنا أعتقد أول من اتبعناه في الوطن العربي لأنه عادة في شلل تجتمع وتعمل مؤتمرات بالـ NGO's وبالجامعات إحنا أول من وأنا بحبش كلمة أول من بلاش يا سيدي أول من نحن طرحنا طرحنا طريقة لاجتذاب أوراق وليحث الناس على العمل في أجندات معينة عن طريق الـ Call for Papers وكان موجه لكل الجامعات العربية الحقيقة لذلك هذا أول مؤتمر نخاطب في طلابنا العرب اللي في الجامعات الغربية والسبب المبنياهن يطلعوا نتعرف عليه نتعرفوا علينا في عندنا سبب خفي كمان هذا ياسر سليمان بيعرفه يتعرف على بعض الناس يشوف ما في مواهب في هذه الدنيا بل كسبنا بل كسبنا بعض كل معهد الدوحة أو لغيرها هذا أحد الأسباب الخفية إن شاء الله في المستقبل هذا المكان مثل ما بيعملوا في بعض الدول المتحضرة بتعلموا الناس إنه في مؤتمر لطلاب الدكتورال العرب كل سنتين والمشغلين العرب بيجوا بتعرفوا عن الناس يشوفوا فلذلك هذا مهم جدا لإجتذاب البعض للعود الوطن العربي والتعرف عليه الآن أريد أن أحدثكم عن مشروعين إضافيين لهذا الموضوع المشروع الأول أو تلاتي المشروع الأول هو تاريخ اللغة العربية أخوات وإخوان هو مشروع نستطيع أن أستخدم باللغة العربية كلمة فعلا أقدمنا عليه أقدمنا يعني بدها شجاعة وبدها إقدام أقدمنا عليه بعد تفكير طويل لكن نأمل أن تكون نتائج مجزي هذا مشروع الأمي تحاول أو المختصين يحاولون بعض المستشرقين طبعا حاولوا دون تحقيق أي إنجاز منذ بداية القرن العشرين في محاولات لكتابة لإصدار معجم تاريخي اللغة العربية مش معجم في التاريخ معجم تاريخي للغة بمعنى تاريخ الألفاظ نعتقد أنه هذا حتمي وضروري لكي نفهم أنفسنا ونفهم تاريخنا ونستطيع أن نتعامل وهذا العلوم الاجتماعي أداة ضرورية للتعامل مع تاريخ العربي والفكر العربي والأداب العربي نحن نتعامل مع الماضي بفهمنا الألفاظ اليوم كلما نتعامل مع الماضي بمعنى الألفاظ كما استخدمت في حينه يعني عندما نقرأ نص نقرأ بألفاظ اليوم لا نتابع تاريخ اللغ وكيف تطور من العصر الجاهلي للعصور الإسلامية المختلفة وكذا إلى آخر هذا اللي عمله أكسفورد دكشنري باللغة الإنجليزية أنها أكسفورد دكشنري موسع موجود في الفرنسية موجود في الإنجليزية موجود بالفارسية بالعبرية تجري محاولة منذ الخمسينات لإصداره ولم يصدر بعد ولكن في محاولة باللغة العبرية العربية حاول جرت عدة محاولات حاولت المجامع العربية لم تنجح نعتقد نحن نعمل عليه من أربع سنوات بفريق بفرق معجمية يبلغ عددها حوالي أربعمائة شخص بحوالي سبع أقطار عربية وفي القيادي الباحثين الرئيسيين هنا في المركز العربية للأبحاث يقومون بقيادة المشروع أعتقد خلال فترة قصيرة ننتهي من المرحلة الأولى حتى عام 200 هجرية ويكون قد أنجزنا فعلا مشروع أمنا لم يقوم به حتى الآن بدأت جامعات كثيرة في العالم تبدأ اهتمام كبير بهذا المشروع أيضا هم يحتاجون أولا للتعلم منه للغاتهم وهي يعني مهمة كتير خاصة الأدوات الألكترونية التي طورناها في التحليل الصرفي وفي تحليل الجملة العربية وكذا ستروني النتائج قريبا إن شاء الله لكن في نتائج حتى على مستوى علم الحاسوب في اللغة العربية تطوير علم الحاسوب باللغة العربية حتى على هذا المستوى يوجد نتائج ونتائج مهمة إن شاء الله قريبا ننتهي من المرحلة وهذا مشروع خمسة عشر سنة خمسة عشر آن ومنح أن تروا أنه في من يخطط لمشاريع خمسة عشر عام ولا ينتظر قطف نتائج سريعة لكن قسمناه لمراحل أولا المشروع فعلا مشروع عربي يشارك فيه باحثين عرب من كل وطن العربي المشروع الثاني من مشاريع المركز ومشروع المؤشر العربي مشروع المؤشر العربي هو مشروع كمي يجمع معطيات بالمسح إحصائي قدر تسموه سيرفي بقدر ما هذا يمكن عموما أخوات وإخوان لا تتوفر معطيات كمية كافية عن المجتمعات العربية تقوم بعض المؤسسات الأجنبية بإجراء بعض المصحات في محاولات أجرأ من بعضها وأوسع من غيرها مؤخرا لكن لا نستطيع القول أنه فيه مشروع شامل لذلك عربيا حتى لما الباحث يدخل ويتحدث عن ظاهرة ما يكون فيه عنده معطيات إحصائية حقيقية ليس لمرة واحدة متكرري كل سنة حتى يستطيع يقارن نفس السؤال كيف الجوابات عليه تتغير من عام لعام يعني الشيء كونسستنت شيء مثابر مؤسسة إحصائية حقيقية إخوان هذا تنظيمه كمن ينظم عمل نضالي سري تعرفوا بالظروف التي يعيش فيها المركز ويعمل فيها في الوطن بدأنا بستة عشر دولي أصبحت الآن تناعش لأنه في أربعة صار العمل فيها يعني ممكن تكون عقوبته ما أنتم شفت شو صاري برجيني مثلا يعني شغلة يعني خطيرة ونحن كل ما نفعله هو أسئلة عادية جدا حول كل مناحي الحياة العيني كل سنة تتراوح بين 18 إلى 22 ألف هذه أكبر من أي عيني لأي مؤسسة غربية والمقابلات وجاهية الأسئلة تستمر عادة بالبست براكتس كما يقال 45 دقيقة 50 دقيقة فأنت عندك 50 دقيقة مع 20 ألف شخص سنويا هذا مشروع ضخم يقوم به المركز العربي للأبحاث الخبر الجيد للباحثين في العلوم الاجتماعي والإنسانية أنه قريبا سيخرج في بوابة تفاعلية هو الآن موجود على الإنترنت بالإنجليزي وبالعربي لكل الباحثين وبدأت بعض الجامعات في الغرب تستخدمه كمصدر عربي عن العرب أخيرا يعني مصدر منا عنا وليس فقط عنا لكن الأمر المهم أنه سيكون الموقع البوابة الإلكترونية هذا العام قريبا جدا ستخرج ستكون تفاعلية بمعنى تقدر تعمل لوحدك بالأدوات التي بعطيك فيها الموقع حول كل القضايا التي تريد وبالتالي أعتقد بيكون أداة مهمة لكم في الأبحاث أنا أقول لكم أخوات وإخوان من ردة ما نسميه الثورة المضادة في العالم العربي حاليا عملية المسيح تصبح أصعب في أصباح أصعب لأنه القانون عندي في التاريخ الاستبداد العائد أسوأ من الاستبداد البائد دائما حين يعود يعود انتقامي ويعود أشد مما كان ولذلك ما كان متاح قبل 2011 أصبح الآن أصعب بكثير أصعب بكثير إجراءه مع أنه هو يعني مسح إحصائي عادي جدا نكون طبعا في بعض الدول تمكن في بعض الدول هذا متاح في بعض الدول نكون به عن طريق عن طريق مؤسسات محلية أخيرا معهد الدوحة للدراسات العليا طبعا معهد دعوحة الدراسات العليا مؤسسة مستقلة لها مجلس أمناء خارج المركز المركز له مجلس أمناء معهد الدوحة له مجلس أمناء في الحالتين مجالس أمناء أكاديمي معهد دوحة دراسات العليا مخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية مع كلية إدارة عامة واقتصاد غالبا لفائدة المجتمع المحلي القطري غالبا طبعا كل الكليات لفائدته أيضا لكن هذه تحديدا يعني خدمة للمجتمع طبعا يستفيد منها طلاب عرب من كل وطن العربي لدينا طلاب أيضا من لا أدري 17 دولة عربية 18 دولة عربية وغير عربية يعني من 18 دولة الدراسة للغة الماجستير باللغة العربية للماجستير نخطط نخطط بطواضع وبتأني وبهدوء لإمكانية دراسات الدكتوراه قريبا وبحيث تجتمع كل الأقسام على شهادة دكتوراه واحدة لأنه نعتقد أنه أقسامنا بمأنها صغيري حوالي خمس أسادزة في كل قسم أو ستة في بعض الأقسام من الصعب أنه أي قسم من الأقسام يمنح دكتوراه لوحده إلا إذا كانت دكتوراه مشتركة جوينت بي أتش دي مع جامعة محترمة لكن الدكتوراه التي قد يقدمها المعهد قريبا قد يبدأ بها قريبا سيجتمع عليها كل الأقسام وبمعنى ما ستختار موضوع وتحته التخصص مثلا قضايا عربي أو Arab Affairs أو دراسات عربية Arab Studies وتحته Sociology تاريخ كذا كذا قد يكون ذلك فلسفة Anthropology إلى آخره أدب نحن نبحث ما زلنا في الموديل ولكن سيكون خاص بنا مرة أخرى نحن لا ننسخ نحن نعتقد أن يجب أن يكون لنا إسهامنا المحترم طبعا هناك تشاور حفيف مع جامعة كولومبيا وهم يشجعون على ما نقوم به يشجعون أن تكون لنا شخصيتنا الخاصة وباحترام شديد لما نقوم به على فكرة ولكن هناك تنسيق متواصل معهم حول هذا الموضوع هذا أول فوج الذي يشاهدونه شكلهم مبسوطين أعرفش إذا بعدهم مبسوطين الآن بالتجربة تعلمنا كثيرا أهم ما تعلمنا في هذا الموضوع عدم التهاون في موضوع اللغة الإنجليزية لأنه في ميل التراخي في الموضوع بما أنه إحنا جامعة عربية إخوان تيبوا إحنا جامعة عربية مش متعصبة يعني عربية يعني إحنا ما نبحثش عن رياضيات عربية وفيزياء عربية إحنا جامعة عربية ثقافة لغة مش إثنستي ومش تعصم مش وفيني نحن نرى أنه لغة العلوم الاجتماعية المعاصرة اللغة الإنجليزية وبالتالي الطالب لازم يعرف المصادر باللغة الإنجليزية وبدأنا نرفع شرط الإنجليزية أكثر فأكثر تعلمنا كثيرا حول ماذا تعني تداخل التخصصات فلم نمسها بالعكس احترمناها ولكن زدنا ساعات التخصص وتقريبا سيكون ساعات الماجستير كلها في الجامعة بتخيل تضاهي أي جامعة 42 ساعة ستكون 42 ساعة للماجستير فقط كانت فقط للكلينيكال سيكولوجي إحنا كنا مخطينها تكون 42 ساعة لستبدأ قريبا تدريسها ولكن عودنا قررنا أو قرر مجلس المعهد ووافق على ذلك مجلس الأمناء أن تكون 42 ساعة تدريس عموما في المعهد ما زلنا نتعلم أول شيء ما حدا لاحقنا يعني بعصائي ندرس الأمور بتمهل وبتواضع لكن بثقة بالنفس هذا أول فوج قريبا نخرج إن شاء الله للفوج التاني احنا كان في خطتنا أنه بعد الفوج التاني نبدأ في مسألة التفكير بالدكتوراه وفعلا هذا ما فعلنا حابين إحنا إخوات وإخوان أن تتفاعلوا إذا ممكن مع طلاب المعهد قسم كبير من طلاب المعهد أكيد يفكر في دراسة الدكتوراه في الجامعات الغربية فاعلوا معهم إذا ممكن فدوهم من تجربتكم كيف تسجيل كيف المناح كيف كذا إلى آخره وضروري جدا تفكروا فينا بمعنى تفكروا بمجتمعاتك تفكروا بالوطن العاكربي تفكروا بزملائكم اللي بعيشوا بظروف أصعب بجامعات عربية سهل كتير مش سهل كتير لكن أنك تكون بستانفورد ويكون مستواك ممتاز أسهل من أنك تكون في الرباط أو في تونس أو في كذا وتحافظ على المستوى أنك تحافظ على المستوى الأكاديمي في تلك الظروف مش شغلي سهل أن تعمل المستحيل فتفكروا في هذا وإحنا في النهاية أخوات وإخوان بهمنا طبعا أن يكون في علماء عرب في الغرب لكن كشو يعني فكر فيها ممكن تكون في جامعة غربي بس في مثلك ألف في مثلك ألفين الكارير مهم لكن الكارير لشو يعني في خدمة ماذا الأمان الوظيفي مهم جدا وأنا بشجع عليه بالتأكيد بالآخر هذا خيار فردي لكن في النهاية قسم على الأقل جزء على الأقل يجب أن تكون له مساهم ما في تطوير العلوم الاجتماعي والإنساني في الوطن العربي واللي باقي في الغرب طبعا أن لا يكتفي بنقد ما هو قائم بإنما أن يقدم شيء أن يقدم شيء جديد في الغرب نحن واثقون من هذا ونعتقد أنه مثل هذه اللقاءات قد تساعد على التفاعل ليس فقط بينكم وبين طلاب المعهد والعرب وأنه تفاعل بينكم وأنتم أنا أذكر وهي أحد الأسباب اللي دعتنا لعقد هذا الاجتماع أنا أذكر لما أسسنا معهد الدوحة ووظفت كان في بداياته مركز عربي الأبحاث تصور 2012 كنا كنا بهاي الفيلة القديمة جالسين وكذا وظفت شابة مصرية أعتقد كانت مخلصة ماجستير بدقة تعمل دكتوراه ووظفتها سنة كاملة للبحث عن الأساتذة العرب في الجامعات الغربية فستعمل لي لست في العلوم مجتمعي والإنساني وانتهت وطلعت عليها موجودة عندي تستحق الدراسة لأنه في موجودة التخصصات موجودة كذا أنا أعتقد أنها تصلح مادي الكتاب الليست اللي عندي ليش بتخصصوا بهيك بتخصصوا شبهيك وين بتخصصوا شو بتعلموا تصلح مادي فعلا موجودة لكن أنا صدمت أولا من كلت العدد ثانيا من كلت التخصصات من كلت التخصصات جيلكم الجيل التالي أو التالت ما بعرف اللي بدأ الآن يدرس دكتوراه في الغرب مختلف جدرية في نوع التخصصات في تسسعة التخصصات في الذهاب باتجاه النظري ليس فقط الدراسات الإسلامية والتخصص فينا يعني زي المساعدي بحث عندهم عن مجتمعاتنا واضح أنه فيه سعة أكبر فيه اتجاه أكبر نحو النظري وفيه كذا يعني هذا شيء مثير للبهجي الحقيقي يعني برفع المعنويات لما كمنا بجمع داتا عن الآن طلاب البي أتش دي هذا بالفعل هذا بحد ذاته مهم هذه الداتا مهمة أيضا للعمل بالمستقبل للكول فور بيبرز لعملك في المجلات لدعوتكم لمؤتمراتنا التخصصية في المستقبل أيضا لكن تفاعل بينكم في أمريكا وفي أوروبا وفي كذا مهم جدا أقول قولي هذا وأستغفر الله للكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة